اشتركوا في القناة الكثير من المعلومات عن الشعر بجانب الصيحات الحديثة لا هو الصبغات فالشعر از جمال ساحر وهو ذو فوائد لاشياء لا يمكن ان تتخيلها كما انه ينمو في مناطق وبطريقة قد تصيبك بالذهول على اي حال يوجد الكثير حول الشعر سوف يذهلك والان تمتع بهذه الحقائق المذهلة عن الشعر والتي ربما لم تسمع بها من قبل اولا الشعر محب للطبيعة يستطيع الشعر امتصاص الزيت من المياه فهو يعمل كالاسفنج وقد وضعوا لهذه الخاصية استخداما جيدا فقد استخدموا الشعر في تنظيف بقاع الزيوت ونحن هنا نتساءل كم عدد الرؤوس ذات الشعر التي احتاجوها لهذه الوظيفة ثانيا ما رأيك به كمنظف للاذن اننا نعلم جميعا عن المناطق التي ينمو فيها الشعر والغير مرغوب فيها لكن لا يجب على الكثير مننا ان يقلق بشأن شعر الاذن خصوصا في سننا الصغيرة رغم ذلك فان شعر الاذن امر خطير وقد ينمو لأطول مما تعتقد وقد وصل شعر الاذن الى حوالي 22 سنتيمترا عند الرجل يدعى راداكانت بايج باي ثالثا استغن عن الحيوانات الاليفة في المرة القادمة التي تلوم فيها حيوانك الاليف على الشعر الذي يتركه على الاريكة انتظر قليلا والق نظرة الى المرآت فالانسان في الحقيقة يفقد 140 بصيلة من الشعر يوميا رابعا انه شعر ميت في الواقع ان شعرك ميت فاذا تأملت ستعلم ان الشعر هو المكان الوحيد الذي يلمسه المقص دون ان تتألم اضافة الى الاظافر طبعا وجزء الوحيد من الشعر الذي على قيد الحياة هو الذي بداخل رأسك خامسا فيما يخص ذوي الشعر الاحمر ربما تعلم من قبل ان الشعر الاحمر هو اندر انواع الشعر لونا فهو يمثل نسبة 1% من شعوب العالم اجمع لكن هل تعلم ان شعب سكوتلندا وحده يمثل 13% من هذه النسبة ليس نادرا هناك اذا سادسا انك اكثر مرونة مما تعرف ربما قد يصرخ مصفف شعرك اذا فعلت ذلك لكن شعرك اكثر مرونة من جسدك بالكامل حتى انه يمكنه التمدد بمقدار 30% زيادة عن طوله الاصلي اذا كان مبللا سابعا الحلاقة قد تقضي النساء ساعتين في الاسبوع في غسل شعرهن بالشامبو وتجفيفه لكن الرجل يقضي متوسط خمسة شهور من حياته كاملة في الحلاقة اذا لم يقوموا بالحلاقة مطلقا قد يصل الطول لحاهم الى ثلاثين قدما خلال حياتهم كلها ثامنا انه ذهبي لا انني لا اتحدث عن لون الشعر سواء كنت من ذوي الشعر الاشقر ام لا فان شعرك يمتلك بقايا من الذهب بالاضافة الى 13 عنصرا اخر انه لمن المستحيل ان تمتلك شعرا سيئا في اي يوم بعدما قلته اليس كذلك تاسعا شعر في كل مكان تمتلك فروة رأسك بما يعادل 100000 بصيلة من الشعر وهو عدد يصبح ضئيلا اذا ما قرنناه مع ما ينمو من الشعر في جسدك بالكامل فجسدك يحتوي على 5 مليون بصيلة من الشعر والمكان الوحيد الذي لا ينمو فيه الشعر هو الاغشية المخاطية وباطن القدم والشفتين وكفي اليدين ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم